السلام عليكم. سلام عليكم. اموركم جيدة. احبابي احبابتي توحزكم. اشتركوا لي المساج في انستغرام. شكرا وبرك الله فيكم. رغير معجري ومع الوقت. انا نحمد الله ونشكره. بخير وعلى خير. ونتمنى تتوما تكونوا بخير. وصحيحتكم تكونوا مزيانة. ام حاجة هي الصحة. الاحباب جيتكم ونهضر لكم على الخطاب الاحباب بتاع الوزير الاول جون كاستيس. يهضر اليوم. يهضر 25 فبري. يهضر في هذا الخطاب. على شكل من حاجة. نحاول نزرب في هذا الفيديو ونعطيكم اهم النقطة. يهضر اليوم. في هذا الخطاب. اسميتهم. أوليفي فيرون. أوليفي فيرون. يهضر اليوم. يهضر اليوم. أوليفي فيرون. يهضر اليوم. يهضر اليوم. يهضر اليوم. اهم حاجة. الوزير الاول. يهضر اليوم. وهذا السبوع كان أولا ارتفاع كبير بالنسبة الحالات. عدنا في فرنسا ارتفاع كبير بالنسبة الحالات بالنسبة الفرنسا. وهدر على عشرين ديبارتمون اللي هاي يراقبوها وهيديروا اتنسيون منها وهي حضو واحد عشرين ديبارتمون هنا في فرنسا. من بيناها ليلة فرنسا موزيل أتكوم أتكوم سميتون لحباب أتكوم لندية سميتون لكو دتالي ديبارتمون رقم 06, 13, 26, 28, 54, 57, 59, 60, 62, 69, 75, 77, 78, 80, 83 والبقية ديكشي الأخر. المهم بالنسبة لهذا الأرقام اللي اعطيتها لكم بالنسبة للديبارتمون. مثلا الآن في الديبارتمون تاع 64. 64 ما داخلش في هاد الشي. يعني البلاصة اللي ساكن فيها ما عندناش واحد المشكيل وما عندناش لوتو دنسيدون ألفي. عشنا هو لوتو دنسيدون ألفي. لوتو دنسيدون ألفي هو ارتفاع الحالات بواحد طريقة كبر من هذا الكشير خاصو يكون بالنسبة الفرنسا. يعني هذا الارتفاع اللي كتير تعلن سيدون بتاع الحالات بالنسبة لفرنسا أحبابي أحبابتي تدخلوها في واحد مراقبة ودارين عينهم وبالهم. المهم جون كاستيس هدر على عشرين ديبارتمون من هاد اللي ديبارتمون اللي قلتها لكم أناية. من بينها سفر ستة تلتاعش ستة وعشرين ثماني وعشرين ثماني وعشرين ثماني وعشرين ثماني وعشرين. المهم باقي الكوفر فو كل واحد بقيت يدخل مع الساعة هالشي باقي ما تشعر حاجة ما تغيريش. أشي هدر على عشر الوزير الأول. الوزير الأول هدر وقال بواحد طريقة صحيحة وطريقة واضحة وطريقة شفافة. الحالة الصحية والحالة الوبائية هنا في فرنسا هرطت كما تقول بالعربية القضية حامدة. هذا الأسبوع الأسبوع الأخير ارتفع الحالة لتبوحة طريقة خيالية. الوزير الأول هدر على أساس أنه كان يبزرت الناس يقولوا نديروا واحد لحجر صحي واحد شهر نسدوا كل شيء ومن بعد نوجدوا الرباية الصيف. تقول الوزير الأول بالنسبة لهذه الناس اللي تي هدروا بعض الطريقة. مات هي الحكومة الفرنسية تتخذ القرارات بشوية بشوية وتطراعي شحل من حاجة. لأن أصلا اسمته المورال المواطن الفرنسي والناس اللي ساكنين في فرنسا عياوا بغين يخرجوا بغين يدوروا. وما يمكنش ندير واحد الكنفينمان جنرال ناسيونال وطني بالنسبة للفرنسا. وكانينش يمودون. لطو دنسيدون يعني ارتق الحالات تاعهم. يعني العادة على الحالات تاعهم. ما كانش بزاف. ما يمكنش يسدو انا البلاسة اللي ساكن فيها. مثلا. 64. وحنا ما عندناش مشكيل. ما عندناش لطو دنسيدون. لطو دنسيدون قليل بزاف. ما عندناش حالات بزاف. يعني ما يمكنش يسد علينا. ويدخلنا واحد الكوف غفة. ولحد الحجر الصحي. على هاد الاساس احبابي احباباتي. المهم. الوزير الاول قالها. قالها. وفسر بانه رطيفة لحالات كثيرة. وفي هاد الخيطة. في هاد الخيطة لي قالوا. في هاد تصريحات. وفي هاد الشي اللي قالوا. وضح مزيين بوحد طريقة. بوحد طريقة. بوحد طريقة صريحة. على اساس انه بغي يفسر المواطن الفرنسي. بغي يفسر يكون واحد شفافية. ووضوح بالنسبة. اسميته هادشي اللي جاري فرنسا. قال بان الحكومة الفرنسية. دايما تقول الحقيقة. دايما تتبغي تكون شفافة. من بداء الوابع. تقريباً هذه عام الكوفيد كامل قال بأن الحكومة تتفادى أنها تدير واحد الحجر الصحي كامل لأنه سميت وتتخلي واحد الحياة عادية بالنسبة للمواطن الفرنسي لأن المواطن الفرنسي عياء والقضية فيها الفلوس يعني مثلاً أدرو على حجر صحي ودكشير القضية فيها شماش بارسيال وفيها المساعدات وفيها 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 المهم الحكومة مجبرة أنها تفسر وأنها مسؤولة على المواطنين ومجبرة أنها تقول أي حاجة جارية يعني هذه الأسابيع الأخيرة لم تكن شيئاً كان واحد بالنسبة للواباء ولكن هذا الأسبوع الأخير كتر ارتفاع الحالة والطوء دين سيدون يعني الحالات بزات كتر يهديك الوبجيكتيف لهذا فتاع الحكومة الفرنسي هي التلقيح ويهي أساس أنها تفادى واحد حجر صحي لأنه كما قلت لكم ممثل لك هاش يهديك من أن المواطنين الفرنسيين المسؤولية وتيطب المواطنين الفرنسيين يكونوا مسؤولين وبين سيخص شكر بزاف الناس اللي خدامين في الصحة وقال بأنه ونت يمشي مرة مرة السبيطارات ومستشفيات باش يشوف أشجاري يهديك الحقيقة قال بأنه مقارنة مع فرنسا الدول الأوروبية تدوزوا بموحد الأزمة وألمانيا تدوزوا بموحد الأزمة وهضر على غويوميوني تدوزوا بموحد الأزمة ولكن قلبوا يخرجوا بموحد الحجر الصحي المهم قارن على أساس أن فرنسا ستتخرج راسها من هذه الدوابة بطريقة بطريقة دقة دقة قال الوزير الأول أن السيطوياسيون الوضعية تا فرنسا ستدوزوا بموحد الأزمة ومراقبين وكل شيء وديرينا هذه الأستراتيجية تاستي ألاتي بخوتيجي تاستي ألاتي بخوتيجي هاد السميتو هذه الجملة دايما تقولها قلبا أن كيني التاست سليفير سميتو هادوك التاست باش نشوف واش حنا فينا الكوفيد ولا لا اسميتو التاست على البزعق البزعق باللغة العربية وفي المغربية تقوله البزعق هو اسميتو الراق تستعرق يعني ولا كتير تنديروه في المدارس وذلك شي بالنسبة للأطفال وذلك شي وهدر أن المختبرات بالنسبة للتلقي حد شي را غاديين خدامين وذلك شي ومن هنا القدام هايجي واحد طريقة خورا تعليزان تيكور هاي ديرو المختبرات تعليزان تيكور باش يعامنوا على أساس أننا نكونوا سميتو عدنا واحد واحد للسيستام في الجسم بتاعنا باش نحاولو نقضو على هاد سميتو على هاد الواباء ونحافظو على واحد صحة مزيانة هاد الشي رباقي البحر ما كينوالو هاد الشي يدر علي على سميتو لزان تيكور هاد الشي قال بأن سميتو الحالة حساسة أوليفيي فيغو من بدتي يدر قال الحالة الوابائية هنا في فرنسا ولا تحساسة هاد الأسبوع الأخير القادية حامضة حامضة الواحد ويدير اتنسيون يعني وبدأت يهضر في في اسميتو بدأت يعطي في في الأرقام لأن أوليفيي فيغو هو رجل الأرقام خدمة وغل الأرقام يقول لك وشلوتو دين سيدون هنا ودي 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 مهم خدمتي يهدي مهم يدر على الموزيل يدر على نيس ودان كاق ويدر على الشي حال من حاجة أهم الحاجة لنا قد نقول لكم في الأخير هو كينوالشيني دي باقتمو اللي هيديروا هيراقبوها ويديروا التنسيون بالنسبة لهذا الشي اللي جاري كما قلت لكم راه فسر وشرح في هاد التصريحات يعني ما قلت شي حاجة قال بأنهم راقبين وتحاولوا يتفادوا شي حجر صحي ولي كان شي حجر صحي بيان سيغرة هيقولها وقال بأن الحكومة الفرنسية راه تتقول لكم كل أشياء دقاء دقاء أحبابي أحبابتي هاد شي اللي كان خليت لكم صحة وراح والعافية ولي يتصر الجميع والله يعاون الجميع وحبابي أحبابتي هنخلي لكم صندوق الوصف قناتي باللغة باللغة الفرنسية رانديج قلت لكم شو حين مرة عدي قناتي باللغة الفرنسية نتمنى أنكم تدخلوا ليها لي يتصروا الله يعاون وبينسواوا لديوا شي سؤال وعدوا شي حاجة يدخل عدي الانستقام نجاوبوا العرسي والعينية ولي ما جوت يتسنع لي شي شوية أنا رمع الجري والخدمة وجري جري رم تلقى وقت والله على العدم لا تنجاوب خليت لكم الصحة وراحة والعافية